من قصيدة ترنيمة الشمس التي نقشها الأجداد على الصخر إلى ما صاغته أنامل الأحفاد من أبناء سبع قصيدة وجئت من سبع للشاعر الدكتور عبدالكريم العفيري أبياتها تفوح وطنية وحروفها تسطر ملاحمة بطولية تغزل فيها عن الوطن بين الهيام والشغف والحنين والوسن وعشق اليمن وعبر فيها عن الوجع والآلام والقهر بين صنعاء وعدن وجئت من سبع أشتو بقافيتي أهيم ويدا بذات الرونق الحسني ونشوة السكر تنتاب الحشاش غفا كأنني تائه في غفلة الزمن وهبتها الروح واسترخصتها ثمنا لأجلها يرخص الغالي من الثمن لهوت دهرا طويلا في مفاتنها واستقبلتني بحضن دافئ مرني وعانقتني بلا خوف ولا خجل وثغرها جاد لي بالغيث والمزن حتى توارت شفاه في شفائفها تخلت في نوبة عظمى من الوزن القصيدة اختارها اتحاد الجامعات الإسلامية في الهند لتكون من ضمن مناهج الماكستير شعبة اللغة العربية وآدابها في هذه المرحلة نحن ألفنا مادة النصوص الأدبية واخترنا فيها بعض النصوص الشهيرة لكبار الشخصيات الأدبية من العصر الجاهلي إلى العصر الحديث مثلا من امرئ القيز حتى إلى الشاعر الذي نتكلم عنه اليوم الشاعر عبد الكريم العفيري من جمهورية اليمن ونحن قد اخترنا قصيدته وجئت من سبع أشدوب قافية في ضمن مقرر دراستنا في مرحلة الماكستير في السنة الأولى الفصل الثاني وهذه القصيدة كما يعرف جميع القراء أن هذه القصيدة تظهر ما في قلوبنا وداخلنا المحبة والوفاء تجاه أوطاننا والشاعر يقول في أبياته الأخيرة منذ الولادة لو خيرت في وطن لقلت يا أيها الدنيا أنا يمني وقبل اختيارها من ضمن المنهاج كانت قد فازت في مسابقة شجن الحروف بالمغرب من بين 116 قصيدة من مختلف الدول العربية قصيدة وجئت من سبع قلتها في العام 2016 وشاركت بها في مسابقة شجن الحروف في مدينة أقادير المغربية والحمد لله حصلت على المركز الأول عربيا وباستقراء مواقع التواصل تجدها ربما هي القصيدة الأولى التي تحتل حيزا كبيرا بين القصائد الوضنية حتى أن بعضهم وصفها وقال هي أجمل ما قيل في حب الأوضان في العصر الحديث خلقت هذه القصيدة لآمال وبعثت لدي أيضا عزيمة أكبر الدكتور العفيري من مواليد محافظة عمران درس اللسانيات والدراسات الإنجليزية وهو عضو في رابطة الشعراء العرب وبيت الشعراء العرب طبعا كنت أمل من خلال الأحداث الأخيرة وغياب الذات اليمنية بقوة نتيجة للتكهيل الممارس وغياب أيضا الهوية ومحاولة نسفها وتجريفها كنت أمل من الجهات الرسمية في اليمن هي أن تكون السباقة لتضمين هذه القصيدة في المناهج التراسية حتى يتشبع اليمن بهويته وعندما تطوف في شعر العفيري ومشاركته في عدد من الدواوين الشعرية تجد قصائده تحمل في طياتها نفسا وطنيا يكتب قصائده الشعرية لوطنه وقضيته النبيلة لأن اخترتها كفني وفي ثرى روحها فلتتفنوا جسدي ولتكتبوا فوق غبري عاشق اليمن تلوت للعشق في محرابها سورا بمحكم الذكر والآيات والسنني فهل أتاك حديث القوم من إرم ذات العماد سواها قط لم يكني أريكتي أريكتي أرش بالقيس العظيم وفي قصور غمدان مهوى كل مفتتني ما بالها اليوم بالأوجاع مثقلة وتشتكي صدوة الآلام والمحن وتنزف القهر في صنعاء أوردتي وتصطليني جحيم البؤس في عدني تفاءلي يا ربا قحطان وابتسمي وعانقيني لأن البين أرقني بعقل بالقيسها قد جئت متشحا سيف الإرادة من سيف ابن ذي يزني أنا أنا سفير بلادي أنا سفير بلادي في مواجعها وصوتها الحر في الأقضار والمدن منذ الولادتي لو خيرت في وطن لقلت يا أيها الدنيا أنا يمني فبين الدرع والشهادات يحضر الدرع الهوية وحيدا الذي كرم فيه باليمن بعد سنوات من التكريم خارق البلاد هذا طبعا أول ذرع لي في اليمن وهو ذرع الهوية الوضنية وأنا أعتز بهذا الذرع كونه أول تكريم لداخل اليمن بعد عشرات التكريمات خارج اليمن العفيري العفيري يعد أحد روافد الشعر الحديث تتناغم خصائده مع أوتار الوطن ليأذب لحنا وطنيا في محراب النضالي التي لا تقل أهمية عن معركة البندقية أنا سفير بلادي في مواجعها وصوتها الحر في الأقطار والمدن منذ الولادة لو خيرت في عطن لقلت يا أيها الدنيا أنا يمني